السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في لوحدة الاخيرة اللي هي اه الوحدة السادسة اسمها او تجهيز المخرجات. تجهيز المخرجات معناها ان احنا خلاص ان احنا انتهينا من اه من مرحلة ان احنا اه او تعريف عندنا ومرحلة وخلصنا كمان اللي هو او اللي هو تعقب المشروع احنا في اخر مرحلة مرحلة التي هي او انشاء المخرجات والتقارير. ازاي بقى اه نعمل الكلام ده? طبعا انت مش بس التقارير او المخرجات انت بتحتاجها في نهاية المشروع لا انت كمان ممكن تحتاجها اثناء المشروع نفسه عشان تضع مسلا تقرير عشان تطمع بسلا الجانت شارت عشان تقدم بتاعك او الفريق بتاعك تقدم لهم اه اولاق توريهم حالة المشروع بتاعهم وتطور بتاعكم في المشروع قد ايه بحيث انه كل افراد الفريق اه وفريق العمل يكونوا عارف احنا وصلنا اه لحد فيه. هنتكلم ان شاء الله بازن الله هنا عن اه مجموع من النقط اول حاجة هنتكلم فيها عن اه نتحكم ازاي في في طباعة الورق واستدارة الورق وحجم الورق اللي هنقوم بالطباعة عليه. كمان هنشوف ازاي ممكن نحكم في او الهوامش. كمان هنتكلم عن فهنشوف ازاي احنا ممكن نتحكم في عدد او عدد الاعمال اللي احنا نطباحها اه اللي يتم بطبيعتها ان شاء الله. كمان هنتكلم عن احد التقارير او احد اللي احنا هنقدر نحن نطباحها او نخرجها من بتاعنا ان شاء الله وحنشوف ازاي عموما ان احنا نخرج من بتاعنا. كمان هنشوف ازاي ممكن نطبع اكتر من النسخة من واخر شيء هنشوف اه او اعدادات الطباعة ازاي ممكن تطبع صفحات معينة. ازاي ممكن تطبع اه فقط ازاي ممكن تطبع اه ايام معينة مسلا من تاريخ مسلا واحد يناير الى تاريخ مسلا اه اتنين اه مسلا سبتمبر او اي اي فترة زمنية معينة. اه في حاجات كتيرة جدا هتلاقها في كانت موجودة في او عموما يعني هي تقاليد او اعدادات اللي كانت موجودة في برامج اخر لكن انا هتشوفوها ببعض الشكل مختلف شوية. شكرا واشوفكم في الدرس اه الجاي ان شاء الله. اه والسلام عليكم ورحمة الله بركاته.